تحققت أماني وأحلام سكان قرية أيت سيحيا ببلدية أزفون شمال تيزي وزو بتدشين مسجد القرية والذي اختير له اسم مسجد الإحسان للوالدين هو مسجد من شأنه أن يضع حدا للمعاناة التي كان يتكبدها سكان القرية سابقا في رحلة البحث عن مسجد لتأدية فريضة الصلاة الحمد لله سواء سيد ربي سبحانه القرية تدر تقي نصيحية نصيحية نصيحة جامعة الله بركة بيت الله أما قينا كينا الله بارك نلقي في الحالة زيك كون نظر ضم كين تظل ما تشيد الحالة بيت ربي رشاقين خوالي خوالي بقي أخذ أسلي باركة ربي تشبه لسنة سيدير سيدير ربي ديجا الجامعة حاجة عالية كنقارن الدين يخدم اليونيون ويخدم خلال حوائج تسيل الإماراتية تسيل الإنسانية تكلش كون ناسا قيثي تدر تقي يولد المولودة قي والله يرند نفس التدر شوفانا نبي صلى الله عليه وسلم يقشم إلى المدينة يسكرد المسجد ناباوي هذا الصرح الديني الجديد سيكون سدا منيعا في وجه الآفات الاجتماعية التي تترصد بشباب المنطقة التي ظل طالما اشتهرت بكونها قلعة من قلاع الإسلام تدشين المسجد اليوم يدل على بداية عهد جديد لهذه المنطقة تتخلص فيه إن شاء الله من كل أنواع الآفات وتحيا به بالإسلام وبالفهم الصحيح للإسلام ما يراد وما يقال على هذه المنطقة بصفة عامة هذا أكبر دليل وأكبر جواب يرد على هؤلاء أول من سارع الإسلام هي منطقة القبائل أول الآن في ولاية زوزو أقول لا يوجد تقريبا لا يوجد قرية أو دشرة ليس بها مسجد إن لم يكون مسجد وثلاث هذا وتجدر الإشارة إلا أن بناء المساجد في منطقة الزواوة أصبح من الأمور التي يتسابق السكان للمشاركة فيها لما فيها من خير وصلاح للأمة والوطن